بادرة أمل، هكذا يصف التركمان في كاركو قرار تدقيق سجل الناخبين التناغم العربي مع هذا القرار ووتيرة سير مفاوضات تشكيل الحكومة الحالية رصدها لنا في المحافظة مرسلنا هناك مهند التميمي بعد صراع طال أمده التركمان يكسبون دعوا قضائية تلزم مفاوضية الانتخابات بتدقيق سجل الناخبين ويشتاح أسوار مشكلة امتدت لسنوات في كاركوك خطوة يجدونها بادرة أمل لتغيير واقع فرض على الجميع أمام صمت حكومي خجول تعلمون أن السجل الناخبين مهم جدا لإجراء أي انتخابات في أي محافظة كانت وكاركو لها وضعية خاصة لذا الجبهة التركمانية العراقية كانت مصرة على الحصول على سجل ناخب يمثل آراء وجهة الشارع الكاركوكي لذا رفعنا شكوى إلى المحكمة الاتحادية في بغداد وكسبنا القضية هناك قرار يجب تنفيذه وهو ضرورة تحديث سجل الناخبين قبل إجراء أي انتخابات في كاركوك بعد الآن إن شاء الله وبتناغم عربي يدعم فكرة التوافق السياسي لتنفيذ معظم القرارات التي من شأنها تبديد مخاوف المكونات بإضافة قرابة 260 ألف شخص هم من خارج المحافظة كما يقولون فإن الواجهة السياسية في كاركوك ستشهد تغييرات علها تسهل تشكيل المجلس المحلي في القريب يعني في الحسابات الانتخابية الصور سيكون هناك متغير كبير نحن على قناعة تامة إن هناك آلاف من الناخبين وجودهم في سجل الناخبين هو غير صحيح وغير قانوني وفي حالة تفعيل تدريق سجلات الناخبين سوف يبعدون عن سجل ناخبين كاركوك وهذا سيؤثر على التوازن في العملية الانتخابية أو في نتائج الانتخابات القادمة البعد السياسي أيضا يفرض نفسه الأمر يعتمد على أن يكون هناك توافق بين القوى السياسية لتفعيل هذا القرار القضائي وتفعيل القوانين سابقة بضرورة تسجيل أو تدقيق سجلات الناخبين ضربات استباقية في ميدان السياسة ربما الهدف سيكون كسر النتائج الانتخابية وطاولة التحالفات ستغير معادلة تشكيل مجلس محافظة كاركوك في حال ثبوت الرؤية القانونية بعد تدقيق سجل الناخبين من كاركوك وانا ديت ميمي قناة الرابعة